فإذاً الله الذي وصف الإنسان أنه ميت بالذنوب والخطايا الله أو هو أحيانا وهون يتكلم عن قوة القيامة الروحية كما أن الله أقام المسيح من الأموات أقامنا من سباة الخطيئة أقامنا من موت من الذنوب من الخطيئة نفسها الله أقامنا وأحيانا مع المسيح ومش بس أقامنا أقامنا يعني مش حتى يكون يعني الإنسان ما عندهش أي عمل أو شيء أحيانا في قوة القيامة التي تعمل في حياة الإنسان لكي تعطيه العمق الروحي والقوة الروحي ويتمتع بالأمجاد الروحية أيضا أحيانا وأجلسنا معه في السمويات لاحظ لما المسيح أكمل العمل على الأرض مكتوب صنع تطهيرا لخطيانا وبعدها جلس في يمين العظمة وكأن الرسول يريد أن يقول للمؤمنين اللي تمتعوا بغنى يسوع اللي تمتعوا بخلاص يسوع أن الله أجلسنا مع المسيح أي في عرش السماء أصبح إلنا الدخول أصبح إلنا جنسية سموية أصبحت أسماءنا مكتوبة في السماء أصبحت حياتنا بتعبر عن السماء على الأرض فنحن جنسية سموية وصفراء عن المسيح نعبر عن مواطنتنا عن حياة السماء على هذه الأرض ما أعظم هذا الامتياز أجلسنا معه في السمويات هنا بيتكلم عن اتحاد مع المسيح نتمجد مع المسيح ونشارك العرش في السمويات مع المسيح وهذا هو عمل الله من أجل كل واحد بيختبر نعمة المسيح